هتنطلق كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بمجمع الصلاة المغطاة باستاذ القاهرة يوم 27 يناير لحد يوم 17 فبراير مشاركة قوية وزي ما تابعنا في التقرير عندنا رصيد قوي جدا من الميداليات بنتكلم على 20 ميدالية يعني 12 أو 8 ميداليات فضة وتمانية برونز و12 ميدالية دهبية في تاريخ مشاركات مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في الحقيقة احنا بنحب جدا جدا فريقنا فريق مصر منتخب مصر لكرة اليد لأنه دايما بيفرحنا يعني احنا دايما متعودين أنه هم بيفرحونا استعداداتهم عاملة ازاي لهذه البطولة يعني هنتعرف على كواليس بقى البطولة دي وازاي استعد نجوم اليد كل ده من دفتنا اللي بنا ورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر الناقضة رياضية من دينا نبيل صباح الخير عليك يا دينا وأهلا بيك صباح الفل على حضراتكم صباح الفل على السادة المشاهدين يعني دينا زي ما قلنا أنه احنا متعودين منهم على أنه بيفرحونا ما فيش غير كده استعداداتهم لهذه البطولة المراضي عاملة ازاي في الحقيقة دايما زي ما حضركم قلتوا منتخب اليد بيرفع سقف التوقعات للجمهور المصري بشكل كبير في كل البطولات اللي بيأخذها الحقيقة يعني إذا كانت بطولات قرية أو بطولات عالمية أو الأولمبيات بنتكلم دايما أن احنا مستنين منهم مش مستنين أداء مشرف لا احنا مستنين هما ياخدوا اللقب يحققوا إنجاز في البطولة يمكن منتخب اليد في الفترة اللي فاتت خاض العديد من الولديات يمكن خلينا نقول للناس أن منتخب تعاقد تحديدا في مارس الماضي مع أخوان كارلوس باستور ده المدير الفاني الجديد لمنتخب مصر ويمكن التحدي اليد بقى له فترة بيصرع المدرسة الأسبانية في قيادة منتخب الأول واللي أثبتت نجاحها بالتأكيد مع منتخب مصر الرجال لكورت اليد كارلوس باستور يمكن خاض عدد من الولديات مع منتخب مصر في الفترة منذ قيادة يعني لمنتخب مصر مع منتخبات زي السعود مدارس مختلفة بقى يعني نكلم على السعودية ألمانيا يمكن بطولة الدوري الزهبي اللي كان المنتخب بيشارك فيها اللي كانت منذ أيام كانت بتقام في الدنمارك قابلنا منتخبات زي الدنمارك نرويج هولندا نجاحنا أن احنا نفوز على هولندا وعلى نرويج ويمكن طبعا كان أداءنا الدنمارك وعودتنا دايما اللي بشوفها يعني عودتنا رغم أن احنا قدنا أداء مشرف جدا قدامها وأداء قوي جدا لكن دي المباراة الوحيدة اللي اخسرناها وطبعا كان فيه مباراوة دي قبل أيام قليلة قدام الكونغو الديموقراطية دي كانت بتقام هنا في مصر وطبعا تغلبنا على الكونغو دي كانت ختام استعدادات منتخب مصر البطولة الأفريقية يعني احنا دايما متعودين زي ما بسانت قالت على يعني فوز مستمر دايما وترتيب مصر أو تصنيف مصر في كرة اليد عالميا متقدم جدا وكمان اللعبة بقت جماهيرية مش بس كرة القدم طبعا كرة القدم مفيش منافسة عليها جماهيريا لكن كرة اليد بفضل الإنجازات دي بقاليها قاعدة جماهيرية الناس بقت تتابع وتشوف ماتشاط كرة اليد خصوصا لما بنتكلم على مشاركة في بطولة زي كأس الأمم الأفريقية أو حتى قبل كده بطولة كأس العالم أعزي أسأل حضرتك البروفا الأخيرة كانت مع كونغو شايف الماتش ده إزاي والشكل الفني لكرة اليد أو فريق كرة اليد قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية يعني زي ما حضرتك قلت منتخب اليد يعني مؤخرا بيقدي أداء قوي جدا دايما الناس مستنية منه كتير يمكن مباراة الكونغو يمكن كانت البروفا الأخيرة بشوف أن أحسن حاجة حصلت في السنوات الأخيرة للمنتخب اليد وجود عدد من المحترفين كتير جدا في المنتخب نتكلم حضرتك على علي زين نتكلم على محمد سند نتكلم على يحيى الدرع سيف الدرع مختلفين في نفا مختلفين أيه برضو نقول للناس في نوادي ايه فيزبر من المجري دوت يحيى الدرع ويحيى خالد عندنا محمد سند بيلعب في الدوري الفرنسي عندنا علي زين برضو محترف كان بيلعب في برشلونة ودلوقتي بيلعب برضو في الدوري المجري عندنا ناس كتير ممدوح حاشم كان قادة فترة إعارة مؤخرا في الدوري السعودي عندنا ناس كتير جدا وحتى اللاعبين المحليين اللي بلعوه في الأهلي والزمالك على أعلى مستوى يعني حتى الأهلي بطل أفريقيا في كورتلياد فبتكلم حضرتك عن اللاعبين بيمثلوا مصر يعني مميزين بشكل كبير جدا ودي أنا بشوف أن الاحتراف ده أفضل حاجة حصلت في السنوات الأخيرة للمنتخب مصر لأن انت بتجيب الخبرات من الدوريات اللي بورا بتنقلها لللاعبين النشأة والصغيرين أو اللاعبين المحليين في الدوري المصري اللي موجودين طبعا في المنتخب من ضمن الحاجات برضو الكويسة اللي حصلت النزول شوية بالأعمار السنية يعني احنا عندنا جيل زهبي بتأكيد المنتخب اليد يعني نتكلم طبعا كابتن أحمد الأحمر اللي يمكن اعتزل بس اعتزل دوليا عفوا بس يعني بتأكيد الجيل بتاعه والجيل الزهبي الموجود حاليا زي علي زين زي إحيا الدرع الناس الموجودة دلوقتي كمان المنتخب ابتدى ينزل بالأعمار السنية بقينا نشوف لعبين أصغر سنا في بعض المراكز فدي حاجة كويسة ان انت بتجدد دماء المنتخب عشان قاطر دلل المستقبل حاجة كويسة جدا بشوف ان البطولة يمكن يعني مش عاوز اقول ان يمكن الأدوار المتقدمة شوية بتبقى سهلة على المنتخب لكن بلغتنا كده أو بلغة رياضة البطولة بتدي تسخن من نصف النهائي بتدي شوية نشوف بقى منتخبات طوع في طريقنا زي تونس زي الجزائر زي المغرب فتبتدي المنفسات بقى أقوى فيمكن الأدوار المتقدمة بكرة طبعا مواجهة الافتتاحية عندنا قدام غينيا ان شاء الله يعني كل توفيق لمنتخب مصر بطولة بتقام على أرضنا فدي حاجة مهمة جدا لمنتخب الجمهور ان هو يقدر يأذر كمان وزارة الرياضة اعلنت انبارح حضور 15 الف مشجع في البطولة اللي بتقام على صلة ستاد القاهرة على أرضنا فدي فرصة كبيرة جدا لمنتخب مصر ان هو جمهور يكون موجود ويأذر ويتابعه لانه بحس ان منتخب ده يستهل من الجمهور الكتير ان هو يتابعه لانه زي ما قلت بيشرفونا في كل المحافل بشوف ان منتخب اليد يمكن من المنتخبات القولية الاولي ان حضرتك تلاقي مثلا منتخب الجمهور بيتابعه ويعمل ايه في الودية دي يعني ما تلاقيش منتخبات جماعية حد احنا عايزين نعرف لأ منتخب اليد يمكن في الدوري الزهبي عشان كان بيقابل الدينمارك لأ الجمهور بيدور على لينك لمتابعة المباريات وكده مهتمين هيعمل ايه قدام الدينمارك وقدام الفرق دي فيعني كل التوفيق ليهم كمان البطولة دي عاوزة ديفن هي زي ما حضراتكم استعرضتوا من شوية في التقرير مؤهلة لأولمبياد فهي بتحمل اهمية كبيرة جدا عن اي بطولة افريقية اتعاملت في اخر النسخ ليه اللي هياخد البطولة على طول لباريس فدي مهمة جدا كمان يعني يمكن ساعة عشرين وعشرين بيشوفها مهمة اي رياضي يعني اللي هيكسب البطولة دي يتأهل على طول لباريس طيب احنا تكلمنا يمكن عن استعدادات الفريق نفسه كل كمان مدارف فني لفكره الخاص به ونصمته المختلفة خان كارلوس النهاردة بقى بيفكر ازاي هيعمل ايه هل فيه خطة واضحة لها ازاي يقود الفريق ان شاء الله نحو تحقيق البطولة يعني بالتأكيد هو الاعتماد على يعني عنده اوراق ربحة كتير زي ما قلت علي زين عنده يحيى الدرع عنده صف الدرع المحترفين ليهم دور كبير هل ممكن نلاقي مفاجآت في هذه البطولة ولا لا ما اعتقدش لانه هو عنده سكواد او عنده مجموعة هو بيعتمد عليها يمكن انا بشوف كمان ان في كرة اليد حراس المرمى هي نص الفريق فاحنا عندنا في حراس المرمى بيمكن في قائمة المنتخب كريم هنداوي عندنا طيار محمد عصام الطيار عندنا محمد علي واللي بالتأكيد طبعا زي ما كلنا عارفين يعني محترفين في دوريات كلهم محترفين في دوريات خارجية ازا كان الطيار او كريم هنداوي او محمد علي فاتمنى ان حراس المرمى تبقى برضو في مستواها في هذه البطولة لان زي ما قلت يعني هاجع اقول تاني احنا النسخة اللي فاتت فجأنا بالرأس الأخضر كاب بيردي وصلت للفاينل المنتخبات الافريقية بتتطور بشكل كبير جد طب ده هخنا سأل حضرتك المجموعة اللي مصر فيها بتضم الكاميرون غينيا والكونغو برازافيل شايف المجموعة دي ازاي هل ممكن يبقى فيه مفاجآت فكرة برضو الاستهتار بالخصنا ممكن نشوف يعني مش عايزين نعمل الغلطة اللي وقعنا فيها في كرة القدم لما لعبنا موزنبيقة وشوفنا لانها فرقة ممكن نكسبها بسهولة هل ده ممكن يحصل تاني شايف الفرص ازاي داخل المجموعة اللي فيها مصر يعني انا بشوف زي ما قلت لحضرتك شوية البطولة ممكن تبتدي من دور التمانية او من دور النصف النهائي بتادي نشوف قوة اكثر بس الفرق اللي معنا في المجموعة شايفها فانيا ازاي يعني فانيا انا شايفها فيه فرق مستوى كبير طبعا بين مصر ان مصر زي يعني اكتر منتخبات بتواجهها بتقول ان مصر فريق عالمي يعني متخب مصر في اليد فريق عالمي فانت فيه فرق مستوى كبير قوي بيننا وبين فريق طبعا كل احترام ليهم بالتأكيد اكيد هم جايين برضو عندهم دوافع البطولة دي دوافعها يمكن بتخلي شوية المنتخبات جاية اقوى دوافعها وتطوروا كمان زي ما حكو قلت يعني كرة اليد الافريقية تطورت كتير الفاتر اللي فاتت بالضبط كمان البطولة دي خلينا نقول للناس ان هي مؤهلة لبطولة العالم اول خمس فرقة في التبتيب بيروحوا بطولة العالم اللي هي تقام العام المقبل ان شاء الله طيب ابرز المنافسين لنا بقى يعني بدأتكلم عن مثلا تونس الجزائر نيجيريا استعداداتنا ليهم عاملة ازاي بالضبط زي ما انتي قلت يعني يمكن المغرب العربي دول مغرب قوة كبيرة جدا في كرة اليد منذ سنوات يمكن تونس مش فأحسن حالتها يعني تونس السنة النسخة اللي فاتت حققت مركز رابع لكن طبق طبعا دول المغرب العربي زي تونس المغرب الجزائر انجولا بالمناسبة برضو انجولا تاريخ كبير طبعا وقوة كبيرة جدا في كرة اليد كبير دي برضو منتخب من زي ما قلت عمل مفاجأة النسخة اللي فاتت فايجة بالحذر منه فبالتأكيد دول ابرز المرشحين او ابرز المنافسين اللي ممكن شوية يعني لازم ناخد حذرنا منهم لكن زي ما حضرك قلت من شوية فكرة انه لازم ما ناخدش بالنا يعني ناخد بالنا من فكرة انه المفاجآت اللي بتحصل في البطولات اللي زي دي لازم ناخد بالنا منها ممكن فريق يصنع قدامك مفاجأة فتبقى حاجة مش متوقعة زي ما حصل في كرة القدم بس الحمد لله رب ان الدنمارك مش معنا دنمارك مش دولة افريقية لان دايما عقدت كرة اليد المصرية الدنمارك دايما دي صخرة اللي بتقف عليها احلامنا كلها فالحمد لله انها مش معنا في المجموعة النرويج والنرويج احنا كسبناها في المباراة الودية اللي تلعبت في الدنمارك اخر حاجة بشكرك شكرا جزيلا وكل توفية رب لمنتخب الوطني لكرة اليد في كأس الامم الافريقية بنشكر الأستاذ دينا نبيل الناقضة الرياضية نورتينا وشرفتينا صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك